السلام عليكم كيفكم معكم محمد ثمو من قناتي على اليوتيوب موضوعنا اليوم عن شخصية اعلامية صحفية مشهورة وقاصة بين السوريين مشهورة كتير على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الفيسبوك والانستجرام وتويتر وإلى آخره اليوم رح نحكي عن نور حداد حد عرفها؟ أكيد ما حد عرفها نور خانم حد عرفها؟ طبعا عرفناها أولا رح نتعرف على نور خانم بشكل قصير رح نتعرف على مسيرته بعدين رح نحكي على الدجة اللي حدست بسبب نور خانم شو عملت نور خانم شو ساوت لتخلي هاي الناس كلها تحكي عن نور خانم وتعليقات خارجة عن النص وتعليقات غير أخلاقية رح نحكي عليها بهذا الفيديو أولا خلونا نتعرف على نور خانم مين هي نور خانم نور خانم نور حداد درست في قسم الصحافة والإعلان بجامعة البترة بدايتها في سوشال ميديا كانت عام 2014 قدمت برامج سياسية ساخرة عملت بالأول في قرانة الأوريانت وبعدين حاليا بتعمل في تلفزيون سوريا فيديوهاتها بتجيب مئات الآلاف من المشاهدات على موقع اليوتيوب وأحيانا بتوصل فيديوهاتها إلى مليون مشاهدة وإلى قناة على اليوتيوب فيها أكتر من 30 ألف مشترك ولها شعبية كبيرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي خلونا ندخل بصلب الموضوع شو هي الدجة اللي صارت شو عملت نور خانم بسبعة هذا الشهر بسبعة نيسان تسربت صور لنور حداد بدون حجاب وبلشت المحاسبة نحن مالنا مسؤولين عن نور حداد عن نور خانم أنا لا أخوها ولا أنت ولا أنت ولا هداك ولا هو نحن يعني فينا نعبر عن رأينا بشكل أخلاقي بس أما تعليقات اللي طلعت أصدقائي خارجة عن الناس غير أخلاقية عم في مهاجمة عم الشخصية ما بعرف إذا بنت أو ست حرية التعبير عن الرأي شيء مقدس ما فينا نختلف عليه فيك تعبر عن رأيك بأي موضوع كان يعني بس بهذا الموضوع بشكل غير أخلاقي بتعتبر حرية شخصية يعني فينا نعطب عليها نقول يعني كان من الأفضل لأنه ما تخلع الحجاب وتظل محجبة بس ما فينا نقول كلام خارج عن الناس وكلام غير أخلاقي عن شخصية بنعرف أخلاقها بنعرف حضورها بنعرف يعني عرفناها على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصا على اليوتيوب والبرامج اللي بتقدمها شخصية يعني حقيقة شخصية محترمة أخلاقية في قمة الأخلاق ما فينا نقول ليش هيك ساوت وكلام حارج عن النص وكلام غير أخلاقي ومهاجمة ومحاسبة مين نحن لنحاسبة يعني لنهاجمة بس فينا نعتب عليها يعني خلاص أنت مثلا نور حدات قلعة الحجاب فيك تتأثر فيها مثلا ليش قلعة الحجاب وتعاتبها مثلا بس ما تعبر عن رأيك بهذا الاسلوب الحقيقة يعني الغير حضاري الغير أخلاقي يعني بهاي طريقة بهذا الاسلوب بهذا الشكل ما فينا نتقدم ما فينا نسوي أي شي وراح نضل ورا شعوب العالم بخمسين ومئات السنين تعالوا ندخل بصلب الموضوع أبتل وأبتل أنا ما رح أفتي بشي ولا أعمل حالي شيخ بس بدي يقول رأيي فيك تتعرضني وفيك تتفق معاي وفيك تناقشني بالتعليقات بس ضمن شي حضاري شي أخلاقي يعني ما نصب بعض ما نقول لبعض كلام ما بينزل لا بميزان ولا بأبان يعني هذول الشغلات نبتعد عنها نتناقش أنا وياك إذا توافقني بتوافقني إذا ما بتوافقني فيك تتعرضني بس راح نتناقش أنا وياك بشكل حضاري بشكل أخلاقي هلأ إذا خلعت الحجاب هاي بتعتبر حرية شخصية مثل ما قلنا وكررنا بأول الفيديو هاي حرية شخصية مثل ما اتحجبت وما حدا جبرها على الحجاب خلعت الحجاب وما حدا جبرها أنه تخلع الحجاب هاي حرية شخصية لهاي الشخصية لهاي الإنساني خلاص يعني فينا نصحة نعم فينا نصحة بس ما فينا نهجم عليها ما فينا يعني نكرهها حياتها فينا نصحة مثلا أنا أو أنت وهذاك بالتعليقات أو بأماكن أخرى فينا نصحة فينا نقول كلام حلو فينا نشجعها مثلا على شي معين إذا في مثلا في أكبير من الشعب حابة أنه الشخصية هاي مثلا نولحدات تساوي هذا الشي ترجع لشي معين فينا كلنا نطالب فيها فينا كلنا نطالب هذا الشي ونشجعها على أنه تعمل هذا الشي بس ما فينا نقول كلام غير أخلاقي كلام خارج عن النص مو من حقنا يعني لأنه هي عندها حرية شخصية مثل ما نحنا عندنا حريتنا الشخصية مثلا أنا لابس هذا التشيرت في حدا جبرني ألبس هذا أو في حدا رح يجبرني أنه أخلعه و ألبس هذا التشيرت ثاني مثلا أنا شعري طويل في حدا جبرني أنه أطول شعري أو في حدا عم يجبرني أنه أحلقه على الصفر هذه تعتبر حرية شخصية حرية الأشخاص الشخصية مقدسة بس فينا ننصح النصيحة فينا ننصحهم فينا ندلهم على طريق تاني على الشي تاني بل كي مسلا في فئة كبيرة من المجتمع بدي أياها كمان تتحجب مرة تانية بدي أياها تساوي هاي الشغلة فينا ننصحهم فينا نقول بالتعاليق شي حضاري شي منيح نحبر عن رأينا بطريقة جميلة بطريقة مناسبة بطريقة حضارية بالأخير نحن مو مسؤولين عنها يعني نحن مو مسؤولين عن هاي الشخصية نحن أنا مو أبوها ولا أنت أبوها وأخوها وأمها وخالتها وأي شي وعمتها نحن مو مسؤولين عليها هي عند حريتها الشخصية نحن فينا ننصح بس ما فينا نجبرها ما فينا نهجم عليها ما فينا نسيق لألها يعني لأنه نحن كل ياتنا بنعرف أنه هاي الشخصية كيف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني أي حدا بتصفح بوسائل التواصل الاجتماعي باليوتيوب أو الفيسبوك إلا اليوم بكرة شهر شهرين ثلاثة تصادف مع فيديو لنور خانم لنور حداد وشافها يعني شخصية أخلاقية شخصية محببة وابتسامتها الحلوة يعني إلا حضورة على أي قناة بتشتغل فيها هي عملة أول شي بقناة أوريان قدمت برامج وبعدين انتقلت لتلفزيون سوريا وهلا بتعمل بتلفزيون سوريا وبالفترة الأخيرة من اليومين الأخيرين من سبعة نيسان بسبعة شهر الشهر تسربت صور لنور خانم وهي بدون حجاب وقامت الأيامة وضجة أعلامية وما بعرف شو وكلها ياتوا موضوع أنا مرح الموضوع أخذ أهميا أخذ أكبر من حجمه يعني الموضوع حقيقة أخذ أكبر من حجمه بشكل كتير كبير خلاص البنت كانت محجبة وخلعت الحجاب وما حدا جبرها أنه تتحجب وما حدا جبرها أنه تتخلى عن الحجاب حرية شخصية موضوع شخصي بحث فينا نعلق فينا نكتب آراءنا نعبر عن رأينا بشكل حضاري بشكل أخلاقي بشكل أنه العالم الدول الثانية الصفحات الثانية المشاهير المواطنين مثلا الدول الثانية إذا شافوا تعاليقنا شافوا آراءنا ما يقولوا عنا كلام غير أحلاقي ما يقولوا عنا كلام سلبي بالعكس لازم يمدحونا لازم يمشوا على طريقنا فيك تختلف معي بموضوع معين بوجهة نظر معينة بس موضوع شخصي ما فيك تختلف معي أنا خلاص مثلا بدي طول شعري خيو أنا بدي طول شعري لك عندي شي أنا عم بأزيك بهذا الشي لا فإذا هذا الموضوع شخصي أنا بدي ألبس هذا اللون أنا بحب هذا اللون بدي ألبس هذا اللون حدا عم يجبرني ألبس هذا اللون أو فيك تحاسبني ليش عم بلبس هذا اللون أو فيك تحاسبني وتطلب مني إجباري أخلق هاي هذا التشيرت وألبس تشيرت تاني لون أحمر مثلا لا لأنه هاي حريتي الشخصية وكمان شخصية هاي الإنسانة عندها حريتها الشخصية ما بيطلع عنا مو من حقنا نهاجمها أبدا 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 موضوع شخصي بحد تعبر عن رأيك عبر عن رأيي بشكل أخلاقي بشكل حضاري في التعاليق بيوتيوب بيو تويتر بإنستغرام بفيسبوك نعبر عن رأينا بشكل حضاري بشكل أخلاقي بشكل منسي لأي حدا هاي الشخصية ما سأتنا لألي ما سأت لألي وما سأت لألك وما سأت للكل يعني مقدمة برامج كانت محجبة وبعدين خلعت الحجار وما حدا جبرها أنه تتحجب وما حدا جبرها أنه تخلع الحجار فينا نعطب عليها نعم فينا نقدم نصيحة لألها فيك تقدم نصيحة وتعبر عن رأيك بصفحتها وين ما شفت المنشور بس ما في داعي للكلمات الخارجة عن الناس الغير أخلاقية هابدت حكي عن هذا الفيديو بشكل مفصل عن هذا الموضوع اللي أخذ أكبر من حجمه بشكل كبير كتير واللي ساوى ضجة كبيرة في اليومين الأخيرين فيك تعبر عن رأيك في قسم التعليقات ولكن بشكل أخلاقي بشكل أنه تناقش اللي معارضك بالفكر بالرأي مو بشكل غير أخلاقي أصلا التعليقات اللي رح تجي فيها كلام غير أخلاقي وخارج عن الناس رح تنحزف بشكل تنقائي من قبل اليوتيوب والسلام عليكم